إلى عربي بوس تناقضات عديدة وأزمات مع أمريكا لماذا قد يصعب على حكومة نيتنياهو استكمال ولايتها الدستورية كاملة بعد مرور شهرين على الانتخابات الإسرائيلية المبكرة الخامسة التي جرت في أقل من أربع سنوات تم الإعلان أخيرا عن الحكومة السابعة والثلاثين التي ترأسها بن يمين نيتنياهو للمرة السادسة فيما تقاعد رفاقه السياسيون كيهود باراك ويهود أولمارت وتسيفي ليفني وغيرهم من خلال هذه القراءات التحليلية نبحث عن تفاصيل عمل الحكومة الإسرائيلية التي رأت النور عقب مفاوضات طويلة وشاقة بين حزب الليكود وشركائه في الاتلاف الذين خض رؤساؤها المتدينون تنافسا للنيل بحقيبة أساسية بزعم أنهم أمام فرصة تاريخية قد لا تتكرر ويجب اغتنامها من خلال فرض الأجندة اليمينية بشقيها القوم والدين على الدولة مع العلم أنه حين أعاد نيتنياهو تشكيل حكومته عام 2023 فإنه يعيد للأذهان ما حصل قبل 27 عاما حين حصل لأول مرة على منصب رئيس الوزراء عام 1996 ومن حينها بات مصابا بجنون العظمة كل ما دفع هذا ما دفع نيتنياهو ليترأس حكومة حينها رافقتها العديد من الأحداث غير العادية حكومة غير مسبوقة تتألف من اليمين المتطرف والأرثوديكس المتشددين ملتزمين باتفاقيات ائتلافية تضمنت بنودا عنصرية وتفتخر بسلسل التعيينات مزدوجة ومتعددة وفاسدة